بأيديهم العارية وهممهم العالية يشقون طريق لم تصل لها مشاريع الحكومات المتعاقبة من قبل انتظروا كثيرا على قارعتها حتى تسجلوا تلك الطرق ضمن المشاريع الجديدة لكنهم وصلوا إلى قناعة تامة بأن أيديهم هي الكفلة بشق جبالهم الوعرة على هذه الطريق الجبلية في العزلة خودان إحدى العزلة التابعة المديرية يارين بمحافظة إب تقطع السيارات كل يوم رحلة مضاعفة نظرا لعورة مسلك الطريق فيما يتحدث أبناء العزلة عن تسبب الطريق بالكثير من الحوادث بين حين وآخر تمتلك عزلة خودان شبكة طرق فرعية جرى شق منها 90% بتعاون ومجهودات الأهالي إلا أن ما تم شقه حتى الآن لم يكن كافيا في نظرهم ليستمروا في تعبيد ما لم يتم تعبيده من قبل وردم ما جرفته السيول ولعدم توفر أي معدات تسرع من عملية إنجاز ما بدأوه بالإضافة إلى فقر سكان هذه المنطقة التي يعمل معظم أبنائها في الزراعة لجأوا إلى العمل على شق الطريق بمعاولهم وفؤوسهم البدائية لا ميزانية هنا سوى ما جادت به قلوب السكان قبل أيديهم حيث شارك جميع أبناء هذه العزلة في جمع التبرعات الاستكمال ما بدأوه في انتظار إنهاء معاناتهم التي يعيشونها تحت أقدامهم